أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدمة اللغة العربية ودعمها تأتي الاحتفالية بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية لتذكير الأجيال بأهمية اللغة وبدورها في الحفاظ على الفكر العربي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى وذلك بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدمة اللغة العربية ودعمها من الممكن النظر إلى هذا الاحتفال الذي ليس مقصورا على مجمع اللغة العربية الآن مجامع لهوية عربية كثيرة في العالم العربي بل توجد بعض الجامعات في بعض بلاد الإسلامية تحتفل باللغة العربية بمناسبة هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لاحتفال باللغة العربية 18 ديسمبر في من كل عام هذا اليوم من أهم الأيام للغة العربية صحيح هناك وجهات نظر تقول أن اليوم العالمي للغة العربية يعني احتفالا بيوم واحد للغة العربية ولكن لابد أن نحتفي ونحتفل باللغة العربية طوال العام وطوال الأعوام لأنها اللغة الأم الاحتفالية تضمنت عددا من الجلسات تحت عنوان اللغة العربية في التعليم بين الواقع والطموح واللغة العربية والتحديات الحديثة هذا إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات البارزة في خدمة اللغة العربية في مختلف المجالات كما يقدم المجمع تخفيضات تصل إلى 50% على عدد من الإصدارات اللغة العربية الحقيقة لا بد أن نهتم بها لأنها اللغة التي هي تمثل شكل من أشكال أو الشكل الأهم للحفاظ على الفكر العربي لأنها لغة ضابطة ومضبوطة كما أقول لغة ضابطة لهذا الفكر لمحتوى الفكري ومضبوطة بأحكام اللغة هذا الاحتفال أهمية أنه يذكر الأجيال بأهمية اللغة وأنها أصبحت يحتفل بأن هذا ذكرى دخلها كلغة سادسة في الأمم المتحدة ومهم أوي ولاد اللغة العربية أن يهتموا بها ويدفعوها إلى الأمام يأتي اليوم العالمي للغة العربية تقديرا للغة الضاد والتي تعد ركنا أساسيا في التنوع الثقافي للبشرية وذلك عن طريق إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد أنشطة وفعليات خاصة في هذا اليوم جرمين إبراهيم التلفزيون المصري